تزوير خطف ابتزاز وأتجار بالبشر هذه أبرز التهم الموجهة لعصابة السلام 313 التي تنشط في ألمانيا وباتت تحت أنظار وملاحقات المحققين الألمان أكثر من 500 من رجال الشرطة شاركوا في عمليات تفتيش لـ 49 منزلا في 11 مدينة وبلدة ألمانية تقول وزارة الداخلية الألمانية إنها حققت نجاحا كبيرا بعد إعداد ومتابعة دامت شهورا رقم 313 الذي ترمز به العصابة نفسها لم يأتي من فراغ فهو يشير إلى عدد الرجال الذين سيرافقون المهدي عند ظهوره على الأرض في آخر الزمان بحسب المورثات التاريخية والدينية الطائفية وعليه يلقب زعيم العصابة محمد بنيا نفسه بأبي مهدي وهو الذي ينتمي أصلا لميليشيا سرايا السلام التي تحمل في شعارها حمامة كما هو الحال مع الحمامة الموجودة في شعار جماعة السلام 313 هذه العصابة التي بدأت تشكل خطرا متناميا على المجتمع الألماني حيث تنقل قناة دويتش فيلا الألمانية في تقرير لها عن لاجئ عراقي تأكيده تعرضه للتهديد من قبل هذه الجماعة على غرار العشرات من العراقيين لأنهم يعبرون عن أرائهم بحرية كما يصف التقرير هذه العصابة بأنها تمارس أقصى درجات العنف على خلفيات طائفية ودينية وسياسية حيث تعود عوائد نشاطها في الخطف والإتجار بالبشر لدعم الميليشيات المسلحة في العراق ممارسات تعيد التأكيد على خطورة الميليشيات الطائفية في العراق التي دعمت إيران نشاطها ليمتد خارج الحدود لتمويل عنف بدأ يفضح نفسه بنفسه بعدما كان يمارس العنف ضد فئة بعينها تحت مسمى مكافحة الإرهاب ليتضح لاحقا بحسب توالي العقوبات على الميليشيات في الغرب وأمريكا أنها تمثل الإرهاب بعينه ترجمة نانسي قنقر